اشتركوا في القناة عند قوله رحمه الله قال علمة بن سعدي رحمه الله وعن عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له شاتا فاشترى له شاتين فبع إحداهما بدينار وأتاه بشات ودينار فدعى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعه بالبركة فكان لو اشترى ترابا لربح فيه رواه البخاري هذا الحديث رواه البخاري كما ذكر المصنف رحمه الله وهو حديث مشهور من حديث عروة بن الجعد البارقي ولم يذكره البخاري رحمه الله في لم يذكره في كتال بيوع بل ذكره في دلائل نبوة وعلامات النبوة فقيل إن البخاري ساقه لم يسقه في باب البيوع لأن الحديث كما جاء من رواية شبيب بن غرقدة قال إن أهل الحي حدثوني حدثوني عن عروة بن الجعد فقالوا فيه جهالة أهل الحي ومنهم من قال إن جهالتهم مدفوعة بأنهم جماعة فيرتفع بجهالت ترتفع جهالتهم بكونهم جماعة وتأيد هذا بأن الحديث جاء من طريقين آخرين جاء من طريقين آخرين فالحديث كما رواه أحمد وأبو داود من طريق زبير بالخريت عن أبي لمازة عن أبي لبيد لمازة ابن زبار عن عروة ابن الجعد عروة ابن الجعد جاء من هذا الطريق من رواية عروة ابن الجعد رواية عروة ابن الجعد وهذا يسناد جيد قالوا إنه انجبر من هذا الطريق وفيه ما جاء في هذا الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه دينامي يشتري به شات الحديث وثم جاء الحديث أيضا من طريق آخر من غير طريق عروة ابن الجعد رضي الله عنه جاء معناه من غير طريق عروة ابن الجعد من رواية حكيم ابن حزام كما عند أبي داود والترمذي عند أبي داود أن أبو حصين عثمان ابن عاصم قال حدثني شيخ من أهل المدينة عن حكيم ابن حزام وأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه حكيما دينار ليشتري له شات الحديث ورواه الترمذي أيضا من رواية حكيم الحزام لكنه من طريق حبيب أبي ثابت عن حكيم ابن حزام والحديث من هذين الطريقين إلى حكيم فيه علة في الطريق الأول عند أبي داود فيه ذاك الشيخ المبهم من أهل المدينة وفي الطريق الثاني وليد حبيب بالأبي ثابت وهو ثقة لكنه كثير الإرسال والتدريس فيه أيضا انقطاع لكن الطريقين لكن يتقوى أحدهما بالآخر وإن كان تلك الرواية فيها جهالة يعني قال فيها مبهم لا يوجد فيها مبهم لكن طريق أبي داود والترمذي طريق أحمد وأبي داود والترمذي من طريق الزبير بن الخريط عن أبي لبيد لماجه بن جبار ولماجه بن جبار هذا صدوق لكنه ناصبي روي عنه عبارات توحي بهذا وهم رحمة الله عليهم يوثقون الناصبي إذا كان ثقة إذا كان ظهر على حديث الصدق إنهم يوثقونه يوثقون لأنه قد يجتمع الصدق مع كونه ناصبيا لأنه قد يتعين بهذا المذهب الباطل بخلاف الرفض فإن دينه الكذب فلا يمكن أن يجتمع معه الصدق لهذا تراهم ربما وثقوا الناصبي ولا يمكن أن يكون الرافض ثقة خاصة مع غلوه في هذا لأنه لأن الكذب ديدنهم وشعارهم ودثارهم فالمقصود أن الحديث أن الحديث جاء له متابعات أو جاء له شاهد وله طرق أخرى والحديث أصل في مسألة مهمة وهي مسألة بيع الفضول والفضول هو الذي يبيع لغيره من غير ولاية ولا وكالة يتصرف لغيره يأتي إنسان فيتصرف في مال غيره فيبيعه ويكون هذا الغالب عند علمي أن صاحبه يريد بيع هذه السلعة من سيارة أو أرض أو بستان فربما باعه فهل يصح هذا البيع يعني من حيث الأصل ثم بعد ذلك يقف على إمضاء صاحب السلعة ذهب الحنابل في المشهور عنه والشافعي إلى عدم صحته لأن التصرف في ملك الغير والنبي عليه صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع ما ليس عندك فالإنسان باع ما لم يملك ولا تعمل ما ليس عندك هذا أعم أعم من كونه يملك أو لا يملك فإذا كان نهي عن بيع ما ليس عنده بيع ما لا يملك من باب أو لا والمقصود أنه باع ما لا يملكه ما لم يملكه والمسألة فيها حجاج وكلام كثير وذهب الحنابل في الغدوى الثاني عن أحمد رحمه الله وقول أحناف والمالكي على تفصيل أجل أحناف إلى صحة هذا البيع وأنه يكون عقدا موقوفا واستخرجوا من هذا أو بنوا على هذا عن قاعدة وقف العقود وهذه عند التأمل فإن الصحابة رضي الله عنهم بنوا مساء سئلوا عنها إما في باب الفتوى أو في باب العمل في وقاع وقعت مثلا فجرى عملهم على هذا ولهذا كان هذا القول أظهر وهو اختيار الإمامين شيخ الإسلام وتنميذهم القيام وحثوا الله على الجميع هو جواز تصرف الفضول ثم هو في الحقيقة لا ضرر فيه بل فيه مصلحة فيه مصلحة في تصرفه وهناك دلة كثيرة تدل على جواز التصرف من جهة الصحة العقود وسلامة العقود وعدم طال شيء منها خاص لأنه لم يجتمع على غرر ولا مخاطرة وما كان مما يخشى فإنه يتلعف بإمضاء البيع أو عدم إمضاءه ثم أيضا المقصود من المعاملات في البيع والشراء هو تحصيل المصلحة تحصيل المصلحة ودفع الضرر والمقصود من بيع الفضول أنه رأى المصلحة في بيعه رأى المصلحة في بيعه هذه السلعة وإن لم يكن عن ولاية ولا وكالة وقد ثبت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر في حديث طويل في ذلك الرجل الذي أو في ذلك وليك الثلاثة الذين انسد باب الغار لما كانوا في البرية فنجل المطر فأواهم طريقهم إلى غار فنجلت صخرة فسدت باب الغار الحديث وفيها أن الثلاثة دعوا قالوا ادعوا بصالح أعمالكم ادعوا بصالح أعمالكم فدعوا ثم كان انكشاف الصخرة على دعوة الثالث على دعوة الثالث دعا الأول انكشفت شيئا يسيرا والثاني كذلك لأستطيع يخرجوا ثم بعد ذلك دعا الثالث وهو الذي قال اللهم إنه كان لي أجراء استجرتهم فأعطيتهم أجرهم إلا واحدا أبى أن يأخذ الذي له ثم ذهب قال فثمرت ماله حتى كان منه واديا من إبل وبقر وغنم ورقيق ثم جاءني فقال اتقي الله وأعطني مالي قال قلت كل ما ترى من مالك قال أتهزأ بي لا تستهزئ بي يا عبد الله قلت إني لا أستهزئ بك قال فاستاقه كله ولم يترك منه شيئا هذا الحديث ساقه النبي عليه الصلاة والسلام مساق المدح مساق المدح ودلالته ظاهرة وذلك أن المال هذا مال طيب لأن الله سبحانه طيب لا يقبل إلا طيب وذلك دعا بهذا العمل الصالح ففرج عنهم بهذه الأعمال الصالح ومن هذا العمل الصالح لمن حين دعا بأنه ثمر هذا المال ثم رده كله من يخالف ربما قالوا إن ما له كان في الذمة كان لم يكن معينا إنما كان في الذمة وهذا تأوين فيه نظر أو خلاف ظاهر الحديث ثم لو كان مثل هذا التفصيل وارد في الحديث لجاء البيان لجاء البيان لأن الحديث يدل على من حيث الجملة في قصة أن التصرف في مال الغير أن التصرف في مال الغير ثم إمضاؤه جائز ثم ظاهر الحديث أيضا يدل على أنه معين لأنه قال إنهم أخذوا أجورهم إلا واحدا تركه والمترك يستدعي متروكا والمتروك يكون شيئا يعني مشخصا معين المقصود أن أدل أدلة هذه المسألة كثيرة من ضمن هذا هذا الحديث وكما تقدم الأصل في العقود هو تحصيل المصالح وهذه مصلحة ظاهرة في هذا ولهذا جاء هذا الحديث أيضا كالدليل البين وتأويله على أنه يعني على أنه وكيل ليس في الحديث شيء من ذلك والنبي عليه الصلاة في نص الحديث أعطاه ليشتري به شات فاشترى به شاتين اشترى شاتين ثم رجع ثم باع إحدى الشاتين اشترى ثم باع اشترى ثم باع هو اشترى شاتين ولم يشتري شاتا ثم باع شاتا ثم رجع بذينار وشات فدع له النبي عليه الصلاة والسلام في ماله بالبركة فدللته ظاهرة ثم هناك آثار تدل على مثل هذا في باب اللقطة وفي باب زوجة المفقود المنقولة عن عمر رضي الله عنه ثبت عن عمر وفي باب اللقطة في آثار منها ما صح عن مسعود رضي الله عنه كما في البخاري معلقا وعندها سعيد المنصور بسند جيد كما يقول حافظ بن حجر رحمه الله وفيه أنه استرى جارية فخرج ليعطي صاحبها المال فلم يجيده فبحث عنه وليجيده فجعل يتصدق بالدينار والدينار فيقول اللهم لي أو علي أو ثم يعني قال معناه إن رجع صاحبها فإن أمضاه أمضاه وإلا ضمنته له وإلا ضمنته له هذا كذلك أيضا جاء في حديث اللقطة ما يدل على هذا المعنى فهذا هو الأظهر في المسألة ثم هذا أيضا فيه مصلحة في مصلحة يعني حين يعلم إنسانا أن فلان يريد أن يبيع ما له داره يريد أن يبيع اسمتاعه نحو ذلك لكن لم يوكله فوجد مثلا من يريد أن يشتري فباع عليه بهذه النية فإن أمضاه صاحب المال فالحمد لله فإن لم ينضه لزم هذا البائع لزم هذا البائع يعني إن أمضاه إن أمضاه ويعني يكون الأمر بالخيار إلى صاحب المال لكن على القول الثاني قالوا إنه لا يصح لا يصح والأظهر هو صحته إن أمضاه قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله سلم أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما رواه أبو داود هذا الحديث رواه أبو داود من طريق أبي همام الأهوازي محمد بن الزبرغان وهو لا بأس به ثقة رحمه الله عن يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد بن حيان أبو حيان التيم وهو ثقة كبير من الطبقة السالسة عن أبيه سعيد بن حيان سعيد بن حيان التيبي والد يحيى بن سعيد والد يحيى بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه هذا الإسناد وقع فيه خلاف والد يحيى بن سعيد هذا ليس بالمشهور ليس بالمشهور وقال الذهب إنه لا يعرف وجاء له طريق آخر عند الدار قطني والحاكم والحاكم من رواية جرير ابن عبد الحميد ابن عبد الحميد عند الحاكم وعند الدار قطني وأعله الدار قطني بالإرسال وقال إنه لم يسنده إلا أبو همام وإلا صحها إرساله عن سعيد بن حيان التيمي فقد يجري على قاعده بعضها العلم يقول إن المرسل لا يعارض المتصل وأنه ربما نشط الراوي فوصله وربما ضعه فأرسله فأرسله لكن دلالة الحديث في الشريكة هذا ثابت مسألة الشريكة هذه ما أجمع العلماء عليها وضوبوا عليها في كتبهم وذكروا أحكاما عظيمة والبخالي رحمه الله في صحيح وضع كتابا اسم الكتاب الشريكة وذكر فيه أبوابا وساق فيه أحاديث والشريكة لا أحكام قد تكون الشريكة في المال لأجل ابتغاء البركة في الطعام وقد قال عليه الصلاة والسلام كامل الصاحي من عمرين من رواية برأيد بن أي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الأشعريين إذا أرملوا في السفر أو قل طعام عيالهم في الحضر جمعوا ما عندهم جمعوا ما عندهم في إناء واحد ثم اقتسموه بينهم ثم اقتسموه بينهم فهم مني وأنا منهم فالاجتماع في الطعام والاجتماع في الماء كل أنواع الشريكة هذه كلها فيها بركة وفيها خير ثم أيضا من ذلك الاجتماع تشري هذه البركة في الاجتماع في باب البيع والتجارة كما في هذا الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام والأخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام وقد تشارك جمع من الصحابة وهذهبت في صحيح أخاري علم الحيث البركة أو زيد مرقم نحوهما أو جاع غيرهما مشاركة في البيع فهذا محل الإجماع والعلماء أخذوا من الأخبار أن الشركة أنواع أن الشركة أنواع شركة العنان وشركة المضاربة وشركة الأبدان وشركة الوجوه وشركة المفاوضة وقد اتفقوا على شركة العنان والمضاربة وشركة الأبدان ووقع الخلاف في بعض نواع الشركات لكن الأظهر عند الجمهور وصحة هذه أنواع كلها وشركة العنان هو الاتفاق بين اثنين وأكثر بأن يتشارك في البيع والشراء بالمال والبدن يقدم هذا مال بقدر ما تيسر وهذا يقدم مال بقدر ما تيسر ويعمل ببدنيهما في مليهما والمضاربة هو أن يقدم أحد الشريكين مالا إلى من يعمل فيه بنسبة من الربح يكون المال من شخص والعمل من شخص آخر وشركة الأبدان هو أن يتفق على العمل بأبدانهما بالعمل وتسمى شركة الصناع أو شركة الحرف يتفقان في العمل مثلا في عمل شيء وتحصيل شيء مثلا إما مثلا يعني بأن يعمل مثلا في باب إصلاح السيارات أو خياطة الثياب يصنعان لغيرهما ويعملان لغيرهما وما يكون بينهما على حسب ما اتفق لأن أحدهما قد يكون أحد من الآخر فيقول لك مثلا ثلاثون ولي سبعون في المئة لك أربعون ولي ستون أو بالعكس حسب ما يتفق عن المقصود لا بد من أن يكون ربحه معلوما لأن شروط الشريكة لا بد أن يكون إن كانت فيها رأس مال لا بد أن يكون رأس المال معلوم ويعلم رأس مال كل واحد منهم لا يشترى اتفاق رأس المالين على الصحيح الأمر الثاني الربح لا بد أن يكون معلوما أن يكون معلوما هذه هم الشروط وهذه هم الشروط في شروط الشريكة ومعلوم هناك شرط يجري في الشركة وفي غيرها في جميع أنواع البيعات هناك شروط أخرى لقد لا تكون خصوص شركة مثلا أن لا يكون للتجار في أمر محرم يعني لا يكون في تجارة في خمر أو غيرها أو أشياء مما يحرم أو على الربا أو نحو ذلك كل ما كان محرما هذا معلوم ذلك لكن أن يكون رأس المال معلوما لكل منهما والربح معلوم لكل منهما واختلف في مسائل اشتراط الربح مثلا لأحد والصح أنه لا بأس أن يختلف قدر الربح لهذا وقدر الربح لهذا لأن أحدهم قد يكون أحذق من الثاني وأعرف في هذه الصنعة الشركة الأبدان وشركة الصنائع هل يجوز أن تختلف الصنائع هذا في خلاف من العلم يقول لا يجوز أن يشترك مع اختلاف الصنائع فلو ماذا قال نشترك أنا وإياك واحد مننا مثلا يستقبل يستقبل مثلا يعمل في باب يعمل في الحمل يحمل على ظهره ويبيع سيارته مثلا والثاني يقول أنا أعمل في باب اصلاح السيارات اصلاح السيارات مثلا يعمل أو مهندس في شيء نحو ذلك تختلف الصنعة الصحيح أنه لا يضر اختلاف الصنائع لأن الصحة هذا وقد يكون أحدهما حاذقا في هذا وقد يكون أحدهما حاذقا في هذا فلا يمنع أن يتفقا ولا شك أنهما يطلبان البركة قد يكون أحدهما لو دخل في هذا الباب فلا يجد من النشاط والقوة على العمل ما يجده إذا كان له شريك آخر ولا شك أنها في حال اتفاق الصنائع يعني أقرب إلى الاتفاق وأقرب إلى المنافسة في هذا وهي على ما يتفقان بينهما على ما يتفقان بينهما مما يكون من الأرباح وشركة الوجوه يعني بجاههما يعملان بجاههما بمعرفتهم يذهبان مثلا إلى التجار وأصحاب الأموال فيشتريان في ذممهما شركة الوجوه تتعلق بالشراء في الذمة يقول هذا يشتري وليس عندهم مال فيشتري مثلا هذا أو يشتري هذا ثم يبيع ثم هذا يبيع وهذا يبيع ثم تتوفر عندهم الأموال وعند تتوفر أموال فإنهم يقضون ما في ذمامهم ثم يعملون فيما فضل من المال وهكذا شركة المفاوضة وهي الشركة الخامسة بأن يفوض كل منهما الآخر في كل شيء يعمل وهذه المفاوضة الصحية أنها صحيحة لأنها تشمل جميع أنواع الشركات تدخل فيها شركة العنان قد تكون مثلا يجمع شركة العنان العمل بالمال والبدن وشركة الوجوه نحو ذلك تجمع أنواع الشركات غاية الأمر أنها تجمع أنواع الشركات فلا بأس أن تكون الشركة التي يشتغل فيها الشركان ويعملها الشركة تجمع أوصاف من هذه الشركات وذلك أن كل هذه الشركات شركات صحيحة فإذا خلت من الأمور محرمة صحت هذه الشركات التي ذكرها العلماء نحتوى عليهم هي أصل الشركات الحديثة المستجدة شركة الأموال شركة المساهمات شركات التضامنية شركة ذات المسؤولية المحدودة مثلا أنواع من الشركة اختلفت مسمياتها واختلفت أعمالها وتختلف أيضا من جهة العمل الذي قد تكون هذه مثلا شركة شركة أشخاص يعتبر فيها نفس الأشخاص لأن الشركات الآن تكون شركة أشخاص بأن يتفق اثنان أو ثلاثة ويكون عملهم خاص بهم وهم مسؤولون عنه وهم أصحاب القرار وقد يكون من شركات الأموال التي هي الشركات الكبار والشركات المساهمة التي لا تأثير لوجود الأشخاص فيها ويكون لها يعني هيئة تقوم عليها المقصود أنها أن تجتمل أن تنضبط الشروط الشرعية وتخلو من الأمور المحرمة وقد تكلم أهل العلم في هذا الزمان وفي الهيئات والمجالس العلمية عن أنواع الشركات وصارت الشركات اليوم تعمل في باب يعني الشركات الكبار وأعمال عظيمة في باب الصنائع والزراعة والملابس إلى غير ذلك فالمقصود أن الأصل في الشركات الصحة والسلامة إذا خلت من المحاذير الشرعية وإذا اجتمع الشريكان وكانت نيتهما على أن يبيع وأن يتكسب على الوجن فإن هذا من أعظم البركة من أعظم البركة والله سبحانه وتعالى يبارك لهما في هذا المال والله طيب لا يقبل إلا طيبا وإذا صدق وبينا بورك لخما في بيعهما ويكذب وكتم موحقت بركة بيعهما فليبين فضل فيما يتعلق بنفس البيعين وإن لم يكون شريكين فإذا كان هذا في البيعين إذا لم يكون شريكين فكيف إذا كان شريكين فإن الأمر أعظم ولهذا قال أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما ما حال من تاكانت شركتهما كما قال كما في هذا الحديث خرجت من بينهما لا شك أنه حين تحل الخيانة يحصل الفساد والشر وانعدام الخير وهذا ضد مقصود البيع والشراء وخصوصا الشريكات أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه إذا خان خرجت من بينهما قال رحمه الله وعن سعيد ابن زيد رضي الله عنه وهذا هو مشهور بأبي لأعوارته في سنة واحد وخمسين وهو العدوي ابن عم عمر رضي الله عنهما قال عمر الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضي متفق عليه وفي هذا بيان أن الغصب من أعظم الظلم من أخذ شبرا في لفظ البخاري من أخذ شيئا من الأرض يعني أبهم لك شبر أو أقل من شبر وهذا من باب التمثيل والمقصور تحريم الغصب وأن الغصب يأتي على العقار ويأتي على الأرض وهذا ثبت أيضا هذا المعنى في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وأن يطوقه من سبع أراضيين وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال خسف به يوم القيامة من سبع أراضيين خسف به يوم القيامة من سبع أراضيين والغصب محرم محل إجماع لكن جاء في خصوص في خصوص غصب من أخذ شبر من الظلم فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضيين وفي حديث عند مسلم الحديث ابن مسعود أنه من اقتطع عرضا ظلما يوم القيامة لقي الله وهو عليه غضبان وهو عليه غضبان هذا أيضا وعيد آخر أنه قال لقي الله عليه غضبان وفي هذا الحديث طوقه من سبع أراضيين واختلف العلماء في قول يطوقه منهم من قال الحديث ظاهر في التطويق والله على كل شيء قدير يعظمه حتى تكون رقبته على هذا القدر فيطوقه يوم القيامة كما أن جلد الكافر يغلض يوم القيامة وجاء تحديث كثيرة في تغليظ جسم الكافر لشدة عذابه عيادا بالله من ذلك فقيل يطوقه يوم القيامة من سبع أراضيين وقيل معنى يطوق أنه يعني يخسف به في الأرض وهذا يدل علي حديث ابن عمر خسف به فمن خسف به بسمع أراضيين فإنه تحقق فيه أنها كانت كالطوق عليه وقيل إنه يطوقه معنى أنه يحمله على رأسه يوم القيامة فيكون الشيء الذي غصبه كالطوق عليه لأنه يحمله لأنه يحمله فيكون كالطوق عليه وقيل إنه يحمله ثم يطوقه يعني يقال العذاب عليه مرتين يكلف بأن يحمله من هذا المكان إلى أرض المحشر وأنه يطوقه بعد أن يحمله بعد أن يحمله وقيل يطوقه كل فأن يطوق كل فأن يطوله يستطيع يعني يؤمر أن يجعل هذا الشيء أو هذا المكان الذي غصنض يكلف بأمر لا يمكن يعني مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام من كذب في حلمه كلف أن يعقد بين شعيرتين يعني كيف يعقد بين شعيرتين لو تأتي بشعيرها مع شعيرت لشان بحال لا لا يمكن أن يعقد فكلف أن يعقد بين شعيرتين كذلك قيل أن يكلف أن يطوقه وقيل التطويق هنا تطويق الإثم وكل كما في قوله سبحانه وتعالى وكل إنسان يجب منه طائرة وفي عنق لكن التأويل فيه نظر الإثم هذا واضح ما إشكال لكن فيه زيادة على مقدار الإثم الإثم هذا واقع لكل ذنب يقع صاحبه فيه ولم إن كان بالشرك والكون هذا لا حيلة في صاحبي وإن كان من غيره مما لم يعفى عنه فكذلك ولأن هذا أمر يتعلق بحقوق العباد وحقوق العباد لابد أن يوفى أصحابها والحديث على كل التأويلات يدل على شدة الأمر وعظيم الأمر في الغصم من أخذ شبر الظلما من أخذ شبر الظلما حال يعني حال كونه ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضي متفق عليه قال رحمه الله عن السائب بن يزيد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأخذ أحدكم عصى أخيه لاعبا أو جادا في بعض الريات لاعبا جادا فمن أخذ عصى أخيه فليردها إليه رواه الترمذي وأبو داود وكذلك رواه أحمد وكذلك رواه أحمد وهذا الحديث عند أبي داود والترمذي وحريم أحمد من طريق عبد الله بن السائب بن يزيد الكندي عبد الله بن يزيد بن السائب الكندي عبد الله بن السائب وعبد الله بن السائب ثقة تابعيهم ثقة عبد الله بن السائب بن يزيد بن السائب وأبوه السائب بن يزيد هذا صحابي صغير وله عمر على سوق المدينة رضي الله توفي سنة واحد وتسعين للهجرة هو آخر من الصحابة بالمدينة رضي الله عنه أبوه يزيد بن السائب صحابي من مسلمة الفتح من مسلمة الفتح والحديث من رواية يزيد بن السائب يزيد بن السائب والد السائب ابن يزيد والد السائب ابن يزيد وفي الحديث أنه قال لا يأخذ نهي أن يأخذ عصى أخيه لاعبا جادا قال لاعبا جاد يأخذه وهذا الحديث سنده جيد وجاء له شاهد عند أبي داود من حلي عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا في سفر مع النبي عليه الصلاة والسلام فنم رجل فعمد أو عمد بعضهم إلى حبل معه فأخذه فاستيقظ فزعا فاستيقظ فزعا يبحث عن متاعه هذا فقال عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يروع مسلما أوه سند الصحيح إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى وروا عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهو تابعي كبير رضي الله عنه وروا أيضا أحمد بسند صحيح إلى أبي حميد الساعد هذا المعنى وأن النبي وأنه وقع بنحو من هذه القصة التي في رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لمسلم أن يروع المسلم شدة ما حرم الله من مال المسلم على أخيه شدة ولا يحل مال المسلم بطيب نفسه منه والحديث قال لا يخذ عصى أخيه جاء لاعبا جادا عصى هذا ورد عصى في الرواية وجاء عند أحمد وأبي داود متاعة جاءت في رواية متاعة أخيه وهذا يشمل كل ما يكون من المال وفيه النهي عن المجح المفضي إلى الترويع والمجح المفضي إلى الشقاق والخلاف وفيه تعظيم مال المسلم ولو كان شيئا يسيرا ولهذا قال عصى مع أن العصى في الغالب يعني ليست ثمن له خطر ومال كثير بل هو مال يسير فكيف بما كان أعظم من ذلك فإن الأمر فيه شديد ثم هذا الأخذ ربما كان على سبيل ليس على سبيل الجد لأنه إن كان على على غير سبيل الجد فهذا فيه ترويع للمسلم فيه ترويع للمسلم وإذا كان على سبيل الجد فهو سرقة أعظم وأعظم ثم هذا لا يجوز لكل ما لمحترم لمسلم أو غير مسلم لكن حق المسلم أعظم وفي الغالب أن المسلم يعني يكون مخالطته مجالسته وإدلاله في الغالب على إخوانه من المسلمين فقد يجرؤ على مثلا المزح بشيء من هذا إذا كان لاعبا إذا كان لاعبا فلا يجوز اللعب على هذا الوجه على هذا الوجه وهذا أدب عظيم في الشريعة أدب عظيم في الشريعة لبقاء الأخوة بين الإسلام لأن المقصود من اجتماع الإسلام هو بقاء الأخوة بينهم وأن لا يكدر صفاءها ولا ينكد هذه الأخوة الشيء ولهذا الشارع سد الأبواب التي تفضي إلى هذا وفتح الأبواب التي تزين هو سد وفتح سد الأبواب لتوقع الشقاق وفتح الأبواب التي توقع الصلح والمصالح ولهذا يعني في قضية الإصلاح وسلامة القلوب جاز بل شرع الإصلاح حتى ولو كان بالكذب لأجل الجمع القلوب وتأليف القلوب فكيف يسعى إلى الإفساد بين الأخوين والمتحبين والمتقاربين والجارين وأي مسلمين وكل ما يكون سببا للتنكيد على إخوانه ولهذا قال لا يأخذ أحدكم عصى أخيه لاعبا جادا يعني يكون أو لاعبا أو جادا لا لعب ولا جد لا لعب ولا جد و بل نهى إذا كانت ترويع بغير أخذ المتاع لا يجوز إنسان يروي عن مسلم ولهذا في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث لما ذكر قال لا يحل أن يروع مسلما فالنبي أطلب لم يقل لا يحل لا يروعه بأن يخذ متاعه لاعبا أو هازلا لا جاء بتواب عام لهذه المسألة ولغيرها قال لا يحل لمسلم أن يروع مسلما نكرة في سياق النفي يعني والفعل في معنى نكرة ولهذا جاء بالنهي عن الترويع مطلقا سواء كان على سبيل المجح بأخذ المتاع أو شيء من ماله أو مفاتيح أو مثلا ربما يعني يأخذ بأن يخفي مثلا حاجاته من مفاتيح أو جوال أو بوك هذا قد يفعله بعض الناس ويعمل مثلا أن يخفي متاع أخيه من باب مجح فيبحث ويروعه فيوقع تروع في قلبه وهذا قد يوقع ضرر وأمور ضررها على ضررها النفسية عظيمة على الأخ المسألة خاصة بين إخوانه وهو آثق وبين إخوانه ويثق بهم ولا يتهمهم فلا بد أن يكون الأمر من غيره هذا يكون أمر عليه شديد يكون أمر عليه شديد في هذا ولهذا لا يجوز مهل هذا الفعل وكم من مزح أفضى إلى عداوة وأفضى إلى مشاكل في البيوت وبين الجيران وبين الأصحاء وبين الزملاء والمزح له أداب وضوابط كثيرة ذكرها العلماء وجاءت في السنة والنبي عليه الصلاة والسلام جاءت عنها حديث عظيمة في هذا كيف اللطف في المزح والمزح مع أصحابه عليه الصلاة والسلام لكن الشأن الكلام على مثل هذا المزح الذي يفضي إلى مثلي هذا والناس وبعض الناس اليوم يسمونها مقالب يعمل مقلب على فلان وفلان وهذا لا يجوز يعني أن يعمل عليه شيء يروعه به يخيفه منه خاصة إذا اجتمل على كذب كان الأمر أعظم وأعظم إذا اجتمل على كذب كان الأمر أعظم وأعظم فإذا مثلا فاتح السيارة أخذها وأخفها هذا عليه شديد أو ربما أخف سيارته مثلا ظن أنها مسروقة أخذها وإلى غير ذلك فلا يجوز مثل هذا والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التروع بأي شيء بأي طريق ولهذا نهى أن يرفع المسلم والعصى أو الحديدة على أخيه ولو كان على سبيل المجح فكل هذا مما جاء الشرع بحماية ما بين أهل الإسلام وأيضا مما يدخل في هذا الإخافة يعني أن يخيف إخوانه بأخبار لا أصل لها وإشاعات كاذبة لا أصل لها ويدخل فيه من يتكلم العبارات أو الكلمات أو الأخبار الشيئة التي هو لا يعرف كذبها ولم يكن هو يعني يتكلم بها لكن سمعها فيشيعها ويكتبها ويرسلها إما عبر رسائل أو تغريدات نحو ذلك هذه أيضا هي من هذا الباب وهي أعظم لأنه ربما يكون الترويع لجماعة أو لشخص لكن حين يكون على هذا السبيل عبر وسائل التواصل يكون إلى أمم عظيمة وتطوف الآفاق فيجمع إلى الترويع مثلا خاصة في الأخبار التي تكون فيها يعني شيء مما يقلق ويزعج يكون أيضا نوع من الكذب فالشارع سد هذه الأبواب وأحكم هذه الأبواب حتى تحصل الألفة والصفى بين أهل الإسلام ولهذا قال فمن أخذ عصى أخيه فليردها مباشرة وحالا مباشرة يعني لو كان الأمر خفي عليه وظن أن هذا الأمر لا بأس به فليبادل إلى امتثال الأمر فيرد المتاع إلى أخيه قال رحمه الله وعن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه رواه أهل السنن إلا النساء هذا الحديث من روايات سعيد بن أبي عروبة عن قتاد عن الحسن عن سمرة وقوله إلا النساء عن النساء في الصورة وإلا فقد أخرجه النساء في الكبرى والحديث مناسب لهذه الأبواب ينقع على يد ما أخذت حتى تؤديه ومناسب الحديث الذي بعده لأن الذي أخذ عصى أخي أخذ متى أخي يجب عليه أن يرده وذلك أنه أخذه على غير وجه الحق إذا كان الذي أخذ الشيء على وجه الحق على سبيل العارية على سبيل الأمانة مثلا أو نحو ذلك من الأيد التي أيدي أمانة فيرده على أخيه عند أنتها وقت العارية عند رجوع صاحب الأمانة أو عند طلب يجب عليها أن يرد على اليد ما أخذت حتى تؤديه فالذي أخذها على سبيل المجر فالأمر في حقه أشد وذلك أنه آثم أما الذي أخذها على سبيل العارية أو على سبيل الأمانة يكون على سبيل الأمان يكون المؤتمن هو المأجور وعلى سبيل العارية يكون المعير هو المأجور الأمر ينعكس إذا أعار أخاه المعير يؤجر على العارية يؤجر على العارية لأنه يشرع أن يعير أخاه ما يحتاجه مما مما استغنى عنه مثلا أو لم تكن له به حاجة شديدة فيقدم حاجة أخيه خاصة الضرورة الأمانة بالعكس الأمانة يكون المستأمن استأمنه فالمستأمن هو المأجور ليجر لأنه يحفظ مال أخيه وهذا من التعاون عن البر والتقوى وتعاون على البر والتقوى من التعاون على البر والتقوى هو التآلف بين الإسلام بأن يحفظ بعضهم لأخيه الود يحفظ ماله يحفظ له داره وهكذا يعينه على حاجات على اليد ما أخذت حتى تؤديه هذا الحديث من مدوية الحسن عن سمره والحسن عن سمره معلوم الخلاف والخلاف مشهور فيه على هل سمع أو لم يسمع على أقوال على أقوال عدة يعني قيل سمع منه هذا قول البخاري على المديني قيل لم يسمع منه هذا قول يحفظ من سعيد القطان ويحفظ من معين وقيل سمع منه حديث العقيق هذا قول النسائي وعشر البخاري إلى هذا رحمه وسمع البخاري إلى هذا وإن كان الأظهر والله وعلم أنه سمع منه أنه سمع من حديث العقيقة وكل حديث صرح فيه بالسمع لا يخص الحديث العقيقة هذا ورد في بعض الأخبار وورد في حديث روى أحمد من رؤية الحسن عن سمره أنه قال حدثنا أيضا أن النبي عليه قال ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا حثنا على الصدقة ونهانا عن النهبة نهانا عن النهبة لكن يحتمل جاء عن أحمد رحمه الله أنه قد يتجوز في التحديث وإن لم يكن سمعه فيقول حدثنا مثل ما يقول حدثنا أصحاب أبن عباس أي حدثنا أصحاب أبن عباس هذا يروى فالله أعلم فالمقصود أن وإذا جاء ما هو كالصريح في التحديث التحديث وخصوصا إذا كان قد سمع منه حيث الجملة فهو دليل عنه سمع لكن إذا لم يأتي دليل عنه قد سمع من الخلاف في سماعة من العباس وسماعة مثلا من أبي هريرة فهذا لا يثبت إلا بصريح السماع إلا بصريح مثل مليئة الحسن عن سمره في حديث العقيقة لكن الحديث مجمع عليهم حيث الجملة إنما اختلف في المعنى أما تأدية الأمانة أما تأدية ما على اليد ما أخذت في اليد هذا محل اتفاق إنما قول على اليد ما أخذت حتى تؤديه ما هو التقدير في هذا ما هو هذا من باب المقتضي أو المظمر قيل على اليد ما أخذت أي تضمن ما أخذت تضمن ما أخذت حتى تؤدي وقيل على يد ما أخذت أي أن ترد ما أخذت أن ترد ما أخذت وهذا هو الأظهر والله أعلم أن على اليد ما أخذت وهو الرد فإذا أخذ عارية فإنه يجب عليه عند الانتهاء منها أن يردها هل يضمن المذهب ومذهب الشافع أنه يضمن لو أنها تلفت بغير تفريق العارية والصحيح أنها لا تضمن إلا بالتضمين إلا بإذا ضمنه إيها ولهذا في الحديث يعلمني همية في حديث صفان وحديث هان ورد في هذا الباب وطرق حديث صفان له طرق وحديث يعلم أيها جيدة وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قاله صفان غصبا يا محمد أي تقصبها غصبا هذا قبل إسلامه فقال قال بل عارية مضمونة لأنه لم يكن أسن بذلك الرغم في حديث يعلمني أمية عارية مضمونة ومؤدات قال عارية مؤدات فالمقصود أن هذا لبيان هذه الصفة صفة مقيدة ليست صفة كاشفة وأن العارية وأن العارية مضمونة على كلها بل أنها أنها العارية تؤدى ولا تضمن إلا بالشر وما دل عليه الخبر يشمل العارية ويشمل الأمانة الأمانة لا تؤمنوا إلا أيضا يعني بالتفريض هي العارية كالأمانة كما أن العارية كأمانة المحظة أمانة فالعارية كذلك وإن كانت العارية أخذها المستعين لمصلحته الأمانة أخذ العارية لمصلحته المستأمن لكنهم أمنا الجميع أمنا وهم اتفقوا على أن العارية إذا حصل التلف في نفس العمل الذي استعارها له فلا يضمن استعار مثلا سيارة ثم مع الاستعمال الكثير واستعارها منه الاستعمال الكثير الاستعمال الذي ليس فيه حيف على السيارة انسى حالات الكفرات مثلا نحو ذلك فهذا لا يضمن لا يضمن لأنه استعمال معتاد ليس فيه تعدي والعادة أن مثل هذا يحصل لكفرات السيارة وهكذا كل ما يحصل للسيارة باستعمالها كذلك الاستعارة في راشا نحو ذلك فذهب مثلا ريشه أو شعره باستعمال المعتاد ونحو ذلك مما يستعمل هذا لا يضمن لكن خلافه ما لو حصل تلف بغير تفريط بغير تفريط هذا يضمن أو لا يضمن والأظهر والله وعلم أنه لا يضمن قال رحمه الله وعن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب رضي الله عنهما دخلت حائطا فأفسدت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأنما أفسلت المواشي بالليل غامن على أهلها روه مالك وأبو داود وابن ماجة وابن ماجة هذا الحديث ليس عند أبي داود بهذا السيارة هو عند أبي داود هو هنا هو مرسل هنا عن حرام بن سعد محيصة أن ناقة وحرام بن سعد محيصة هذا تابعي ثقة من الثالثة رضي الله عنهما روى للسنن هو ثقة فهو تابعي فقه أن ناقة هذا مرسل لم يروه عن البراء ابن عازب رضي الله عنه يعني في هذه الرواية ولكن هذه الرواية في هذا السياق ليست عند أبي داود إنما هي عند مالك وابن ماجة أبو داود رواها من طريقين بغير هذا السياق رواها عن حرام بن سعد محيصة عن البراء متصد لكنه منقطع قصد أنه متصد بذكر الصحابي وهو من جهة الإسناد منقطع لأنه لم يسمع من البراء حرام سعد محيصة وروه ابو داود من رواية حرام سعد محيصة عن أبيه عن أبيه أيضا وهذا قيل إنه وهم إنه وهم في روايته عن أبيه لكن تقوى هذا الطريق بأنه قد جاء من رواية معمر وجاء من رواية الأوزاع بذكره برواية حرام عن أبيه وهذا الحديث بطرقه المرسلة والمتصلة من رواية يعني المسندة من جهة ذكر الصحابي من ذكر الصحابي تارة ذكر البراء وتارة ذكر والد سعد بن محيصة ما يدل على أن الحديث محفوظ وأن الحديث صحيح وخاصة أن في الحديث قصة ومثل هذا إذا كان في قصة فإنه يضبط في الغالب وهذا الحديث أصل في هذا الباب أن ناقة البراء بن عازب رضي الله عنه دخلت حائطا فأفسدت فأفسدت حائط البستان لأنه يحاط فسمي حائطا يسمى الحوائط أو الحائط لأنه يحاط فسمي حائطا فأفسدت الناقة في هذه الزروع والثمار فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا القضاء حكم منه عليه الصلاة والسلام شامل في هذه المسألة أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار لأن أهل الحوائط يكونون في حوائطهم حوائطهم تحت أيديهم في النهار وأهل المواشي يطلقونها في النهار يطلقونها في النهار ولا يمكن أن يضبط أمرها فهم يطلقونها لا بد أن يطلقوها فإذا جاءت إلى الحوائط إلى الحوائط فإن أهل الحوائط يحفظونها ويدفعون هذه البهائم ولا ضمان على أهل المواشي وأن ما أفشرت المواشي بالليل ضامن على أهلها ضامن أما بالليل فالمواشي ترجع إلى المراح إلى مبيتها إلى مأواها فهي عند أهلها فهم يجب أن يحفظوها وأهل الحوايط لا يكونون في حوايطهم في الغالب لا يكونون في الليل فلا يكلفون حفظها بل أهل المواشي يحفظونها وهذا من أعظم الأحكام في هذا الباب ثم في التفريق بين الضمان بالليل والنهار وأنها لا تضمن بالنهار على أهلها إنما تضمن في الليل على أهلها إذا أفشلت أنه يجب عليهم حفظها وذلك أنها إذا أفشلت بالليل فهذا من تفريقهم في حفظها ثم جرى خلاف بعض المسائل فيما إذا كان صاحبها معها صاحبها يسوقها وهو معها هذه لها حكم آخر وذكروا إحكام تختلف عن ما إذا كانت ليس معها أحد فالنبي عليه الصلاة والسلام قضى في هذه المسألة أن حفظ الحوايط على أهلها بالنهار وحفظ المواشي على أهلها بالليل الحديث الأخير في هذا الدرس قال عن أبي أمامه هو صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه توفي سنة صحابي جليل مشهور وهو غير أبي أمامه ياس بن حارثة ثعلبي وذلك صحابي حديثه قليل ومن أشرح حديثه ما روه مسلم وفيه أنه قال عليه الصلاة والسلام في مسألة الغصم في آخره قال وإن شيئا يسير رسوله قال وإن قضيبا من أراك يعني وأنه من أخذ مال أخي بغير حق لقي الله عنه معلق قيل وإن كان شيئا يسيرا قال وإن قضيبا من أراك يعني وإن كان المصوب قضيبا من أراك عود صغير من أراك هذا حديث أبي أمامه ياس بن تعالى بالحالة وأبو أمامه المشهور هو أبو أمامه الصدي بن عجلان الباهلي طف سنة 86 للهجرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العارية مؤدات والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم هذا الحديث نعم رواه الترمذي وأبو داود وهو من رواية إسماعيل بن عياش الإمام المشهور الشامي الحمصي رحمه الله عن شرحبيل بن مسلم الدمشقي وهو ثقة رحمه الله عن أبي أمامه عن أبي أمامه الباهلي وأسماعيل بن عياش له روايتان رواية عن أهل العراق ورواية عن أهل الحجاز مكة والمدينة فروايته عن الحجازيين رواية ضعيفة أما روايته عن الشاميين والعراقيين فهي رواية جيدة وذلك أنه روى عن أهل الحجاز في كتاب فلم يضبطه أو أنه ضاع منه فكانت روايته ضعيفة وهذا من ما يعلن به العلماء الروايات ويفرقون في الراوي الواحد يكون قويا في بلد ضعيفا في بلد قويا في شيخ ضعيف في شيخ وقد يكون تكون القوة في الراوي عنه أو الضعف الراوي عنه مثلا أو يكون ضعيفا في شيخ قويا في شيخ وهذه موجودة في تراجم العلماء رحمة الله عليهم وقد يكون قويا في حال ضعيفا في حال مثل المختلط رح ذلك وقد يكون حال مثل حال مدلس إذا صرح قبل وإذا لم يصرح عن عن فروايته لا تقبل المقصود أن رواية شوحي المسلم رحمه الله أن رواية سماعي بن عياش عن الشاميين جيدة وإسنادها رواية جيدة وهذا الخبر أيضا رواه ابن ماجه رواه ابن ماجه مختصرا في قوله العارية مؤدات والمنحة مردودة بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه برؤية سعيد بن أبي سعيد المقبولي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العارية مؤدات والمنحة مردودة زيادة الدين مقضي والزعيم غارب والزعيم غارب فالحديث حديث صحيح ودلالته واضحة مثل الرواية المتقدمة في حديث سامرة المتقدم أن على اليد ما أخذت حتى تؤديه وهذا الحديث شاهد وهو أسناده وهو صحيح العارية مؤدات ومثل ما تقدم هل تأديتها معنى أنها مضمونة على كل حال كما هو المذهب قول الشافعية أو أنها يعني مؤدات يعني أنها تؤدى ولا تضمن إلا بالتفريض وهذا هو الظاهر لأن هذه يد العارية يد أمانة يد أمانة ويد الأمانة لا تضمن إلا بالتفريض كالأمانة المحضة كالأمانة المحضة فالعارية مؤدات فمن استعار كتابا من استعار ثيابا من استعار قدرا من استعار سيارة إلى غير ذلك مثلا فحين ينتهي منها عليه يؤديها يؤديها إلى صاحبه يذهب بها إليه وهو الذي عليه مؤونة إيصالها لكن لو حصل تلف هل يضمن على التقدير الأظهر والله أعلم أنها مؤدات وهذا التقدم لشرف حديثي على ابن أمية يعني لما قد عالية مضمون عالية مؤدات فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها يعني هذه العارية أن صفتها أنها تؤدى فلا تضمن إلا بالشرط من أراد أن تضمن يشترط معا فيه خلاف خاصة في الأمانة هل يصح اشتراط الضمان فيها منهم من صح والجمهور على أنهم لا يصححون لأنها من شأنها أمانة لا تضمن واشتراط ضمانها يخالف أصل عقدها وما خالف أصل العقد فإنه لا يصح لكن من خالف قال الأصل في العقود الصحة والمسلمون على شروطهم المسلمون عند شروطهم وعلى شروطهم وقد لا تتم المصلح إلا بهذا هذا يريد أن يعير هذا يريد أن يعير وهذا يريد أن يستعير هو يحب أن يعير أخاه ولرغبته في العالية لكن من باب اجتهاد في حفظ حقه ضمنه إياها فإذا ضمنه إياها ضمنها ضمنها بتلفها ولو لم يحصل تفريط على هذا وعند الإطلاق الأظهر عنها أن حكمها حكم الأمانة المحظة والمنحة المنحة هو الشيء الذي يمنح وهذه من أفضل الخصال بين أهل الإسلام وهي المنحة الشيء الذي يمنح المنحة في الغالب قد تكون عين وقد تكون منفعة هي في الأصل عين مثل يعني إنسان يمنح سيارة الإنسان يستعملها ويستفيد منها يقول استعمل سيارة محتاج إلى استعمال السيارة يستعملها شهرا سنة يمنحه إياها يمنحه أرضا يستفيد منها خذ هذا البستان فاستفيد منهم يمنحه مثلا شات يشرب من لبنها أو ناقة يشرب من لبنها كما يعني كان يمنحون ما يركب للركوب وما يشرب منه للشرب مثلا فيمنحه فيستفيد فالمنحة هذه من أعظم خصالي هالإسلام والنبي عليه الصلاة والسلام قال نعم اللقحة الصفي تغدو بإناء نعم اللقحة الصفي منحة والشات الصفي تغدو بإناء وتروح بإناء إن أجرها العظيم كانوا رفوا بخاري نعم اللقح يمنح أخاه ما يستفيد منه وأهله من شرب من حليبها مثلا وهكذا كل ما يحتاج يمنحه مثلا يعيره شيئا ما يحتاجه في آنية في ملابس نحو ذلك يعني هو يريد أن يستفيد من هذه العين بمنفعتها مثلا وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله العمر عند البخاري أربعون خصلة أعلاها منيحة العز ما من عامل يعمل بها رجاء موعودها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله الجنة أربعون خصلة أعلاها منيحة العز ما من عامل يعمل بوحلة منهن بوحلة منهن رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله الجنة أجر عظيم لو عمل بخاصرها منهن والنبي عليه الصلاة ذكر منيحة اللقح من الإبل ومنيحة الشات التي تكون فيها اللبن وهكذا كل ما يمنح فضل المنيحة والنبي عليه الصلاة والسلام جاء يعني كما في حديث عائشة رضي الله عنها ولما ذكرت قتل إلا أنه كان لنا جيران من أنصار لهم منائح وكانوا يطعمون النبي عليه الصلاة والسلام أو قالت يهدون له عليه الصلاة والسلام لما ذكرت أنه كان يمر على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر والشهر لا يقض فيه إلا أنه كان لنا جيران من أنصار لهم منائح فهذه من أعظم الخصال التي توج بالمحبة والمودة بين ألسى والمينحة مردودة إذا أعطاه مثلا منحه مثلا شات أو داب أو نحو ذلك أو أي شيء مما يمنح يستفيد ثم يرده مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في ردها على اليد ما أخذت حتى تؤديها المنحة العارية مؤدات والمنحة مردودة والدين مقضي يجب قضاء الدين والنبي عليه الصلاة والسلام تقدم الحديث مطل الغني ظلم الدين مقضي يجب رد الدين على صاحبه فإن كان موقعا بوقت إن كان موقعا بوقت فلا يتعدى حدود هذا الوقت مؤجل بأجل مؤجل بأجل ولا يشترط أن المطال به ما يشترط أن تنتظر أن يطالب بل يكفي أن يحده حينما حده بأجل هذا يكفي وقد يستحي من أخيه أن يطالبه بذلك فيجب عليهم بادرة إلى ذلك وأن يقضي الدين والدين مقضي هذا عند القدرة أما إن كان معسر فكما قال سبحانه وإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة نظيرة إلى ميسرة فالدين يجب قضاؤه دين يجب والنبي شدد في أمر الدين سبق الأحاديث في هذا كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في عدة حديث هذا الوقت قال والزعيم غارم والزعيم غارم الزعيم هو الكفير الضامن وأنا به زعيم ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم الزعيم غارم لو أن إنسان يعني قال لشخص أعطفنا وأنا أضمن إنسان مثلا أراد أن يشتري شيئا وليس عنده المال فقال من يضمنه قال شخص أنا أضمنه أو قال فلان يضمن عني قد أضمنه قال نعم فضمن فعند ذلك حين يحل الأجل فإن صاحب الدين الدائل إن شاء أن يطالب المدين وإن شاء أن يطالب الضامن لكن أولا يطالب صاحب من عليه الدين من عليه الدين وفي خلاف هل هو ما سوا أو هذا مقدم لكن عند عدم سداد الدين عند حلوله على المدين فإنه في هذه الحالة يلجم الضامن إنه ضمنه الزعيم غارب الزعيم غارب ويلجمه ذلك ولا شك أن هذه العقود من عقود التوثقة عقود التوثقة في الشرع هي الضمان والكفالة والرهن كلها عقود توثقة والضامن معنى أنه يغرم المال عند عدم سداد المضمون عنه وقد ذكر العلماء رحمه الله أحكام الضمان والكفالة وأحكام الرهن التي هي عقود التوثقة ثم بواب المصنف رحمه الله العلامة السعدي أبواب الشفاعة والمساقات والمزارعة والإيجارة وأحياء المواد تأتي إن شاء الله في دروس أخرى أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافر وعلى من الصالح مني وكرمه آمين وصلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد